أعزائي المشاهدين وأيضا عدنا على هذا الإبداع مع ضيف الله ابن حجيلان المنقية الثانية اللي وعدناكم أنه راح نستعرضها وراح نستعرض إنجازاتها وما زلنا معك يا ضيف الله يا ابن حجيلان يا ابن ضيف الله المطيري القادم بغصابات الصفر المتساوية بين دق وجل جايب بنات عبدان وبنات الهدب وبنات شريال لا يوجد عنده إيجار المركز السادس في النسخة الثالثة في فئة الخمسين والمركز الثامن في النسخة الرابعة في فئة الخمسين المركز التاسع في النسخة السادسة اللي في كأس النادي والمركز الثالث في النسخة السادسة في سيف الملك وحضور قوي وتواجد الضيف الله ابن حجيلان ابن ضيف الله المطيري صاحب الإنجازات كما ذكرنا أن هذه المنقية لها إنجازات لها تواجد ولها حضور تواجد ابن ضيف الله ابن حجيلان ابن ضيف الله المطيري يبدو أن العملية عملية انتقال يبدو أن العملية عملية توكيل شد حيلك ابوك له انجازات عسا الله يطول لنا في عمره واليوم لازم تحافظ على الانجازات وما عاد بنحلك ولا عاد بنسمحلك نبيك السنة الجاية في منقية الحالك وتنافس ابوك احنا نبيك تنافس ابوك في هال يوم ضيف الله ابن حجيلان من الاسماء الحقيقة اللي احببناها واحببنا تواجدها له حضور وله انجازات وصاحب انجازات قدوم قوي جدا من سيف الملك وهو حقق فيه المركز الثالث قدوم هذا العام ايضا في فئة سيف الملك ليكون متواجدا ضمن المتنافسين ضمن الاسماء الكبيرة الحاضرة الاسماء المتواجدة الاسماء القوية في عالم الصفر اللي لهم حضور واللي لهم تواجد شاهدنا اعزائي المشاهدين حضورنا الكريم شاهدنا منقية احمد بن قعيد ابن مرزوق المطيري نحارات صاحبة الانجازات التي استعرضت امام لجان التحكيم شاهدنا ايضا تواجد منقية الناهيات لسلطان ابن محمد بن علي اسبيعي ابن رحيمة من الاسماء الكبيرة والاسماء القوية اللي جايب من بنات الناهي والناهي اللي يعتبر بنك من بنوك الانتاج ايضا شاهدنا غصابات الصفر المجموعة الاولى او رقم واحد اللي جابه لنا ضيف الله ابن حجيلان واللي كانت تحمل الرقم الفين وستمائة وسبعة اللي حصلتها المنقية هذه بالذات على المركز التاسع التاسع الان نشاهد مسيرة وحركة امام لجان التحكيم وامام الشباب المتواجدين في اكاديمية التحكيم الحاضرين معنا هذا اليوم اللي نقول لهم شكرا من الاعماق على هذا الحضور شكرا من الاعماق على هذه الجهود المبذولة شاهدنا المنقية الثانية المنقية اللي ايضا في رصيدها انجازات واللي حققت في النسخة السادسة المركز الثالث كما كان لها ايضا مشاركات وتواجد في افرع جائزة مهرجان الملك عبدالعزيز في كافة الاشواط ضيف الله ابن حجيلان ابن ضيف الله المطيري القادم بقوة والحاضر والمتواجد في هذا العرض الاسطوري في هذه النسخة الاستثنائية نسخة تحديث المحدث وتطوير المطور النسخة السابعة اللي الحقيقة كان لحضور هذه النسخة العديد من مراكز من نقاط القوة العديد من الانظمة والضوابط واللوايح العديد ايضا من الاشواط المستحدثة او شوط المستحدث شوط البداوة اللي استحدث في هذا العام والان اعزائي المشاهدين اختتمنا مسيرة ضيف الله ابن حجيلان انتقلت الى المرحلة الثانية من مراحل التحكيم